ده او قلتلك دلوقتي يا كابتن حمده على دوق تشكيل النادي الاهلي الممتازة جدا اللي خليت كل البطلات السنة دي اللي على وشك خلاص تاخد الدولة كمان فبقى اقفل اللعبة الموسم ده في محليا وافراقيا هل الاهلي عندنا واقص في التشكيلة محتاج يبدأ يشتغل على تدعمها لو حد مشي طبيعي جدا هيتعوض بواحد بس لو اعتبرنا ان القايمة دي هي موجودة بفي جراءة مثلا في لعبة كويسة جدا بس بفتعبش او لعبة ما سمعتش مع الاهلي قوي ممكن اطلق عارة ممكن ابيع ممكن اجيب استعوض مكانهم مثلا في مركز راس الحربة راس الحربة انت بتلعب في اتنين مش راس حربة في كهرباء و تشريف صح فانت محتاج في المكان ده راس حربة راس حربة واحد ولا ممكن تجيب اتنين ممكن تجيب اتنين تجيب اتنين مهاجمين بس هات عشان تجيب واحد تدفع فيه فلوس وكواليتي عالي يعني الجودة بتاع التلعيب عالية هتجيب واحد هتجيب اتنين هتقسم البتاع مش هبجيب مش تستفين بالاتنين بالزبط فلاز تجيب حاجة فعلا بتدص انت بطولة افريقيا تكسر عالم اندية مدادة الاهلي هي يعني بتلعب على بطولة قوية زي افريقيا وبتلعب وغير يعني مش عايز اقول لعيب للدور المحلي لعيب للحاجات الكبيرة دي فده مهم جدا عايز تستعود بعلي معلول علي معلول برضو السن برضو مع لو حصل اصابة لي او قاعد بيبقى عندك خلل خلل كبير في الناحية الهجمية بالذات كمفتاح لعب باكرا ايت لأ موجود هاني رجع بشكل كويس اكرم راجع كريم راجع يعني المكان ده مليم بشكل كويس نص الملعب انت مغطيه بشكل كويس جدا ممكن في الاطراب بقى عندك طاهر وعندك حسين الشاعات طاهر ما بيلعبش بيلعب على فترات ولكن انت محتاج حد برضو يبقى عالي في المكان عالي بقوة تعالت انا اللي متواصل فيه خير كبير جدا مع الاهلي في الموسم اللي جاي مين كريستو تونسي اللي مشوفتناهوش لسه لا مشوفتناهوش انت انا شوفته حاجات بسيطة 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 ماخدش كتير بقى مش عارف يعني بحس انه عندنا منه عندنا منه اه في شئ في اللي شابه هو بلعب كويس طبعا لعب كويس في كل حاجة يعني ان الاهلي جاب صفخات كتيرة وفي صفخة وقعت منه مثلا سابي ومدفوع في رقم كبير ده طبيعي بيحصل في كل اندية العالم ممكن لعب هايل بس مركبش جوا ومركبش في خطة كولر يعني كولر ليه اسلوب معين وطريقة لعب يمكن هو مش مناسب في 4-3-3 ممكن ممكن يناسب لو لاعبت 4-2-3-1 ممكن يناسب فده خلاص ما متزعلش وبيحصل بيحصل فيه لعب مركبش عندك فيه استعرف فيه انتو خطات كتيرة يقولك اللعبين الاجانب اللي في الاهلي مين اللي بيختار لعبين اجانب بس ما هو الاجانب علي معلول لعب دولي تونسي بيرستاو لعب دولي جرب افريكي أليو دانجي لعب دولي في المالي كريستو لعب دولي وهو صغير كده في متخب تونس فهو فين اللوم لا الصفاخات كلها نكحة اه بالظبط اه وصابه لعب كويس بس مركبش مع النادي اه نبتل برازيلي خالص في مصر في مصر اه اه يعني ما حدش يا جماعة لو حدش برازيلي كويس بها يجي بس بس خلاص ما يخلصون يا جماعة يعني وطهي يعني مباش البرازيلي اللي هو العالي قوي بالظبط بيحصل فيه في أوروبا بالظبط كده نقفلها بقى من الأول يعني محد يجيب لك سي بي يقول لك برازيلي قوله حلو وجميل بس لو كان كويس بكنش هتجيبه هنا قبل ما بص على السيجاة والسيجاة بالظبط كده بالظبط